بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء رحمة مهداء صلى الله عليه وسلم بيفتح قلوبنا دايماً بأنواره صلى الله عليه وسلم ويعلمنا إن احنا دايماً نبتدي بدايات جديدة وخاصةً وإحنا بدأنا الأسبوع اللي فات عام هجر جديد إحنا بنبتدي هذا العام الهجر الجديد وإحنا بنرجو إن احنا الله سبحانه وتعالى رزقنا قلوباً سليمة ويجعل قلوبنا مليانة بالرجع ومليانة بالنور وبالبركة ويطيب قلوبنا ويسر أمورنا ويفتح عيوننا ونشوف نعمته سبحانه وتعالى بيبقائنا مع حضرة النبي فننفط عنا غمومنا ونستبشر ونشمر كمان ونكمل ونبني ونعبد ربنا سبحانه وتعالى وقلوبنا مليانة شكر لنعمته سبحانه وتعالى وكمان لازم نفتكر إن النهاردة تسوع وبكرة عشورة وكل سنة وحضراتكم طيبين وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله سبحانه وتعالى أن يغفر بصيام يوم عشراء سنة ماضية عارفين يعني إيه؟ يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيلفنا أول السنة كلها بمعنى الحياة الجديدة الحياة اللي فيها بناء جديد وعشان كده أعظم عبادة وأكمل شكر لله سبحانه وتعالى وأشرف بناء هو أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك سبب في بناء بنيان الله سبحانه وتعالى اللي هو مين بنيان الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان الله سبحانه وتعالى جعل هناك بنيان في هذه الحياة وهو الكون لكن جعل بنيان الحياة قائم على مخلوق اسم الإنسان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الإنسان بنيان الله فملعون من هدم بنيان الله فأولادنا يا سادة بنيان الله عايزين نتوقف شوية وإحنا بنتعامل مع أولادنا إحنا في حلقات يوم الاتنين وإحنا بنتكلم على يلا يا ابني كنا لازم نقولكم على إشارة إحنا ليه اختلنا يوم الاتنين يكون الكلام علي الله يا ابني عشان اليوم دوت يوم ميلاد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وحضرة النبي لما كان بيسوم يوم الاتنين كان بيقول هذا يوم نولدت فيه فإحنا قصدين إن إحنا وإحنا بنبني نبني بالنور ونكون دايماً مع حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعشان كده إحنا عايزين نتكلم النهاردة عن مفهوم مهم جداً جداً هو مفهوم بنيان النور بنيان النور ده إزاي نربي أولادنا على إن إحنا مش بنبني فيهم طوبة فوق طوبة فوق طوبة أو إن إحنا بنبني فيهم دم ولحم لا أولادنا لازم يتربوا على إن هم بيتبنوا من نور وممكن نشوف دوت جداً 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 في قوله تعالى أو من كان ميتاً فأحييناه واجعلنا له نوراً يمشي به في الناس وممكن نشوفه لما رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن سابت قال إن النبي لا نور أن يصطداء به وبعدين نجمعه مع قوله تعالى إيه؟ واعلموا أن فيكم رسول الله يبقى نور يبقى الإنسان ده مبني بنور من الله سبحانه وتعالى فأولادنا فيهم نور الفطرة بس لقوا نور البركة كمان لأن أولادنا حديثي عهد بالله هم حديث وعهد بربهم زي الثمار كده ولذلك إنت لما تقعد مع ولد من أولادنا ويكون سايبه على حالته ما تدخلتش إن أنت تبوص حاجة فيه تحس إن فيه طاقة من الفرح والبشر والبركة بتيجي من عنده وعشان كده دلنا معاهم إن إحنا ننصون الفطرة اللي جواهم ونعلموا إزاي يعيشوا بيها فيكون بنيانهم متماسك مش هاش إحنا شايفين دلوقتي إن أكتر ظاهرة بممكن نرصدها في الإنسان المعاصر كبار بالذات الكبار هو هشاشة الإنسانية وإن صح التعبير على هشاشة النور بس أنا ما بحبش هشاشة النور لأن النور ما بيبقاش هاش لأن أصغر شعاء من النور يبدد كل الظلام لكن لازم نأكد على مفهوم بنيان النور هو بنيان من نور حب الحياة لأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى يبقى أول حاجة لازم وإحنا بتعامل مع أولادنا لازم نبني ونأكد عليهم نور ماذا؟ نور حب الحياة اللي هو نور إيه؟ نور رحمة الله سبحانه وتعالى لازم نفضل نأكد لهم إن الحياة نعمة وهي نور من الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى النور لا يهدي إلا نورا الحياة التانية في بنيان الإنسان هو نور الأمل مع نور النعمة ونور حب الحياة نور الأمل وعشان كده مهما كانت الأحداث صعبة هيفضل الأمل نور من عند الله ليه؟ في حاجة بتسري في حياتنا إن حياتنا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى إيه اللي حاصل؟ وفي السماء رزقوكم وما توعدون نور إيه اللي حاصل؟ فإحنا عايشين بمدد الله كلنا نمده هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فإحنا عايشين بنور الله وعشان كده بنيان نور حب الحياة مع نور الأمل لازم نكمله كمان مع بنيان نور تارت وهو نور المسئولية